مين بقى اللي بيدوس على ولاده ومين اللي بيهمل ولاده ومين اللي بيقدر ومين اللي بيقيم لكن كمان برغم كل اللي قلته انت والكابتن محمد عباس هنفكرك النادي الالي ممثلا في واحد من ابرز او لعله كان في جيلكو ابرز نجومه كان حريص عليك اد ايه كابتن محمود الخطيب والكلام بعضمة لسانك يا كابتن جمال بيقول لي في قصة جامدية جدا بسرعة كده اول حاجة في سنة سبع وثفردATA عانا دورى العام و أخده إناد الزمالك وكان آخر سبع وثفردiende وبût سبع وثفردت وثفرد عبد النصر ��ئنا كنا نلاب المراسطيك وأنا م hacking googense الشيخ والخطيب تجدما أجوال كثير جدا وتاعديننا مع مراسطيك صفر وثفرudoع envolت بطوري كنت صغير كنت صغير انت عباسهم فانا قلت عتزل الكورة وانا عندي كيام 19 سنة لسه كان لسه 70 19 سنة قلت عتزل الكورة وقعدت كان عندنا كاس مصر فقعدت ثلاثة أربعثين في الميت ماروحش فهديكوتي قال هو جمال فين وما بيجيش ليه فقاله ما بيجيش عشان زعلان ان هو ضيع اجوال في مارش البلاستيك والدور يضعه وكده فلقيت ايه انا انا عتفل البيت بقوا ايه حزين جدا لقيت الشارع زحمة والدنيا من الدربكة تحت انا في ساعين السيرة وفي الدور الرابع وقدام حتة فاضية كده وجنينة لقيت الدنيا زحمة اوي والناس عملا تهيس وتجري والعيلة فبس ايه بص من الشبان كده لقيت الخطيب جاي مع ربيته وشافوه من اول دخول عن السيرة وبيجروا وراه ايه الخطيب كان بقى ايه عند قليب الكورة المصرية طبعا فدخل وراكن تحت البيت وطلع فانا استغربت الخطيب بنافسه جايه لغاية البيت شباها انا بلعب راس حربة وهو راس حربة فدخل امي طبعا رحبت لي والدي وكده والدنيا بقى زحمة وفوقه وما فيش سور بقى كان زمان في السور كله عايز يسلم موتوغراف مهم فلاحق بيقول لي انت فين وطوله انا خلاص بقى بطلت كورة وانا كنت لسه ملتش عشر متشار قال لي انت خايب بطلت كورة ايه يا ابن انت بكرة هتضيع وبكرة هتجيب وبكرة هتكسب دوري وبكرة هتكسب يبني كورة فيها كل ايه خلاص بيتلعب كورة بعد اسنك حاجة انا هاخد جمال يوهد عندي لغاية ما كاس يخلص كاس مصر يخلص كان فاضل شهر على كاس مصر فلا قالت له بس لا حاجة هتخفيش ده انا وهو وشاطة ومختار مختار ومهر امام وحمدي جمعة يد't وانا باكرة ففاق وانا انا بكلم عن الامن عد فوق في الشهر بتاعتهم لا يمكنوا شاقتي اربعة اربعة اللي هي في الماليا اه يا ابني حاضر قدن عبر العزيز التخيل بقى ما بيبقى راس الخطيب ده راس حربة عشان كده بقوله انت اتحاربت لا 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 راس حربة وجمال عبد الحميد راس حربة ويجي راس حربة بتعنادي الآجي يجي ياخدك عشان شفتوا الاهل بيدوس على ولاده ازاي يا كابتن جمال شفتوا الاهل بيضيع العيبته ازاي شفتوا الاهل ما كانش حريص عليك قد ايه شفتوا الاهل وقف جنبك قد ايه ما اعتقدش انه اللي يعمل ده واللي اشرف على علاج الكابتن جمال حتى لما قاله ان الحاجة تايسير الاهواري دافع فلوس في المستشفى ما هو الحاجة تايسير مؤكد دافع عشان النادي الاهلي لا وبعلم الاهلي الحاجة تايسير ما كانش يطلع مليم الا زا تقال الاول استأذن وقالوله هو ما بيتكلمش قبل انا اتكلمت مع كابتن انه كابتن زيزو كان مدير الكورة هو المعنى بالقضية كلها وحكى التفاصيل قلناها كتير في السياق بتاعها وقتها قد ايه النادي الاهلي وقف مع الكابتن جمال عبد الحميد وقد ايه النادي الاهلي حرص على علاج الكابتن جمال عبد الحميد وكل بالنجو التدريبي بكل تفاصيل لانه لو فتحنا في الكلام ده ما هيباش الكلام نطيف خالص فترة وصابته كان المتابع تدريباته المكلب كده كابتن انور سلامة وكان بيساعده كابتن ناجي خليل ولو شألتهم حيقولوك تفاصيل اكتر نتمنى ان احنا لا نحتاج لده فقط كنا بنحاول الحفاظ على القيمة والدفاع عن واحد من اهم خصال وسمات النادي الاهلي وفاقوا اللاعبته احتراموا لابناؤه حرصوا عليهم وشفتوا ده بعضمة لسان نجوم كتير جوم من الزمالك للالي وكنا حرصوا الجزئية دي بالذات لما بين الناديين من علاقة وقيمة مش تقليلا من ناد الزمالك على الاطلاق انه يجي حد زي كده رغبة في انه هو يستميل حد او يكسب ود حد او تعاطف حد او يتقرب من حد فيبدأ يحدف طوب على الضفة الاخرى من النهر اعتقد الكلام واضح جدا ونتمنى ان الصورة تكون واضحة حتى لا نضطر للعودة فيها لمزيد من كلام اعتقد مش هيبقى لطيف اذا كانت هذه هي محاولة لاستجلاء الصورة فالجلس